هو فعلا الفطر الأسود ظهر في مصر الإجابة أيوة وبالتحديد في محافظة الفيوم سيدة عمرها 62 سنة جالها فيروس كورونا هي وجوزها جوزها توفاه الله ولكنها خفت من فيروس كورونا ولكنها تعاني من أساره ومتلزمت ما بعد الفيروس ولادها فجأوا بألم شديد عندها في عينيها وافتجوا فيها الأنفي يعني في مناخرها وبعد ملفوا على كل الدكاترة اكتشفوا إصابتها بالفطر الأسود عينيها الشمال ما بقتش قادرة تفتحها لأن الفطر الأسود توغل فيها وكذلك في تجويفها الأنفي والدكتور للأسف الشديد أصبح أمام إزالة عينها الشمال تماما وأجزاء من مناخرها لأن الفطر الأسود توغل فيها ولولا قدر الله الفطر الأسود توغل في جسمها هيخش الرئة والمخ وممكن يسبب الوفاة اعملوا فلو ولايك وكومنت واستنوا فيديو جديد مهم عن كيفية الوقاية من الفطر الأسود وما تنسوش تعملوا اشتراك في قناة